طيب جيمي هنبدأ بأول دعوة ايه؟ شوف انت عشرف داي؟ عندك عشرف داي ومحمد بن رمضان؟ ولا تقول لتنين؟ اللي انت عايزه لقول لتنين شنيدة هدعوه واحد طيب محمد بن رمضان اكتر حاجة حصلت على اخناقة وكلام كتير وكلام رايح وكلام من مصر وكلام في تونس قصة بدأت فاضات الاهلي لا بدأت مبارح ولا من اسبوع ولا من اسبوعين فاضات الاهلي بدأ من اكتر من شهر كلام فاضات الاهلي الاولانية خالص كانت شهر خمسة خمسة من ثلاث شهور كلام مع محمد بن رمضان الرجل ما عندوش مانع لكن كان فرينك فارش ما عندوش نية في التوقيت ده انه يبيع محمد علي بن رمضان والاهلي كان شايف انه لسه بدري فالموضوع حصل له هلط رجعت الانفاضات طيب الاهلي تكلم مع محمد بن رمضان وقبل ما اقول اي حاجة كل ما قيل عن ان محمد بن رمضان مبارح او لمبارح من اسبوع من شهر رفض في اي مرحلة من المراحل الانتقال للنادي الاهلي جملة واحدة ما فيهاش كلمتين لم يحدث لو اي حد طلع قال الكلام ده حتى ما احترامنا ليه هو رجل اللي انا بعيزه وبقدره جدا وتواصلت معايا والد اللي عب طلع قال الكلام ده فهو غير صحيح الحد فين يعني حتى لو طلع قال الكلام ده فهو غير صحيح مروغة يعني هو يعرفه اكتر من او لا لانه احيانا المعلومة تاخدها من اللعيب لانه اللعيب هو اللي بيعمل الفعل هو اللي هيقدم لناديه طيب الاحداث بتقول ايه لتثبت الكلام ده رقم واحد العقد المالي العرض المالي اللي جي parti محمد علي بن رمضان من السعودية والعرض المالي اللي جي parti فرينك فارش من السعودية اعلى من عرض الاهلي اللي هو اتمه ما بين قصين وانا بسقول عن الكلامة بقول اتم الاهلي اتم اتفاق محمد بن رمضان مش النهاردة من أسبوع خلص مع محمد بن رمضان فيما هتعلق بالشروط الشخصية مفيش لعيب هيتفق على شروط شخصية كاملة كان اختلاف خمس سنين ولا تلات سنين في آخر اتفق على أربعة سنين تبتري تسعمية مليون مليون ومية مليون ومتين ده الاتفاق ما بين الأهلي وما بين اللعيب اللعيب نفسه عارف الكلام ده وأن الأهلي عارف الكلام ده وفرينك فارش عارفين أن الأهلي كلم اللعيب كويس؟ اللاعب لم يتواصل لم يتواصل مع أي حد لا في تونس ولا في مصر اطلق اللعب نفسه اطلق تلاتة اللاعب غير رقم تليفونه من أسبوعينه ما تواصلش مع حد خالص غير والده عيلته يعني وإيه الناس من اللي معاه في النادي اللي بعده الأهلي العارف الرسمي الرسمي الوحيد اللي راح لنادي فرينك فارش مليون وخمسمائة ألف مليون وخمسمائة ألف طيب حصل مفاوضات مرتين الرقم نط كمفاوضات شفاهية الأهلي مبعدش بالكلام ده ورق لتنين مليون متين اتنين مليون متين ده أعلى رقم الأهلي قدمه زائد خمسمائة ألف بوانس أو متغيرات يعني الرقم التوتر لتنين سبعمائة بعد الرقم ده وكان فيه اتفاق اتفاق لكن نادي المجري قال إنه تاني يوم هيعرض الكلام ده على البور ده على مجلس الإدارة الكلام ده في بداية الأسبوع تاني يوم النادي المجري غير الكلام قال لك لا احنا جاءنا عرض تاني بتلاتة مليون كاش فالشروطي كالتالي تلاتة مليون كاش زائد خمسمائة بوانس الرقم في المسافة بعدت تتكلم على تمنمائة ألف فرق ما بين الأهلي عايز يقدمه ومنهم عايزين مليون وثلتمائة اوضح كير من الكاش عشان كنت تسيبه لها من شوية كاش يتوصل بيها دفعة واحدة دفعة واحدة مش مش فلوس كاش الأهلي مش هيخلص أي صفقة دفعة واحدة الأسباب متعلقة بالسيولة الدولارين آخر حاجة آخر حاجة عشان ما نطويتش قوي في قصة محمد بن رمضان نسبت شوية معلومات اللاعب حتى هذه اللحظة اللي بتكلم فيها دي عايز انتقل للنادي الأهلي اتنين نادي فرينك فارش بعد ما كان بالبلدي كده عايز بيع بيع غناوة وخلاص اللاعب مش هيمشي بالفلوس دي يفضل قاعد في آخر 72 ساعة أبدأ مرونة شديدة في أنه يتفاوض وفي تصريحات منهم هم شخصيا معاي أنا أنا تواصلت معاهم قالك سنعقد بعد ما كانوا قفلوا الباب قالك سنعقد جلسة تفاوضية كلام ده مبارح سنعقد جلسة تفاوضية أخرى مع النادي الأهلي فهم فاتحين الباب أخيرا الفرقات دلوقتي مش قيمة الفرقات المالية ما بين العرضين القصة الكبيرة اللي الأهلي اللي عارف تحرك منها ولا هم راضين يتنزلوا عنها هي كاش دفعة واحدة ولا دفعتين زي ما الأهلي عايزها الكلام ده يخلص في 24 ساعة في 48 ساعة يوم الخميس يوم الخميس اللي هو مليون في المائة هيكون الجزء المقدم بتاع صفقة محمد عبد المنعم دخل وسمع في حساب النادي الأهلي الأهلي يا يخوك قراره أنه هيدفع والمعلومة اللي عندي أنه لأ هيدفع دفعة واحدة ويخلص القصة دي خالص يا إما هيقفل باب المفضلات تمام محمد بن رمضان قصة بالأهلي محمد بن رمضان خلصانة فرينك فرش أبدا مرونا اللعيب لو أنت بتسألني هو دلوقتي أقرب ولا أبعد لا أقرب جدا الأهلي بقى يتنازل شوية ويدفع أكتر الفريق المجر يتنازل شوية ويكمل مرونة ويوافق على موضوع التقسيط هي دي اللي تحسم قصة محمد بن رمضان حتى تصريحات والده النهاردة الناس اللي نقلت عن تصريحات والده وأنا توصلت مع صديق العزيز إسلام المدب اللي هو المزيق اللي حصلت الأزمة النهاردة في الإزاعة التونسية واتنقشنا يمكن تلتة ساعة في الموضوع صباحا النهاردة والد اللعب النهاردة ساعة واحدة الضهر 11 بتوقيت تونس ساحسيني بتوقيت التفاصيل أبي في غطة عرف الساعة بالنرش طب أنت اللي مكلم اتكلمنا في القصة دي وقال لي توصلنا له في النهاية إنه دي تصريحات طبيعية من والد اللعب لرفع الضغط عنه في تونس عشان تحصل قصة في النهاية والله لو العرض باز نتيجة خلاف مالي يبقى اللعيب هو كالرافض يروح الأهلي ولو اللعيب تم يبقى هو الضغط عليه النادي بتاعه قال له أنت لازم تباع فلازم تمشي فما كانش عندي حل تاني فهمت دي خلاصة القصة فهمت دي خلاصة القصة From A to Z هاي بالأخذ